عندنا كم لاعب في منتخب النشائيين؟ احنا درواية عندنا سبعة في قوام المنتخب ما شاء الله ده بيمثل قد إيه للفريق يا كابتن بيفرق معهم بشكل عامل السيء؟ هو بسيء هو اللعيبة عندي الحمد لله كلهم قد المسؤولية طبعا ما شاء الله وطبعا اللعيب اللي هو اللعيب المنتخب ده بيبقى قدوة طبعا الفريق كله همتني يعني فأكيد اللعيبة دي بيبقى عندها ثقة طبعا في نفسهم وثقة في اللعيبة اللي معهم طبعا لا بتفرق كتير قوي بتفرق بشكل كبير طيب استعدادات الفريق ازاي بقى الكاس مصر؟ والله هو حصل بس اختلاف بس كان احنا كان حصل تعديل بس في الجدول بتاعنا في الكاس مصر ان انا كان مفروضة كان عندي دوري الثمانية دوت كان يوم خمسة وعشرين اتناشر فحصل ضغط طبعا عشان موضوع كاس العالم كده والكلام دوت فحيحصل ان انا عدلنا المعات شوية بقى خمسة وعشرين حداشر حداشر يعني يوم الجمعة؟ يوم الجمعة جاية عندي دوري الثمانية مع فريق سبورتين في اسكندرية اوكي بيبقى صعب بقى ان انت بشغل البطولتين مع بعد ايه طبعا اكيد يعني بس طبعا احنا كنا حطين البرنامج بتاعنا على اساس ان طبعا البلان اللي كان جاينا من الاتحاد معلش مع مين تانية كابتن؟ سبورتين ان شاء الله في دوري الثمانية في اسكندرية هذه المشاكل بقى احنا جينا جينا المربط الفار دايما انت عارف الماتشاط تاعد اسكندرية في الكاس بالذات بتبقى متشاط برضو عشر الناس لافهمش ب könاشات مش سهل ابدا خاصة متشاط اسكندرية في الكاس في اسكندرية بوسيbe يا اوري انا يعني انا من ناس ان انا عندي كل متش بستقبل بذاته بصرف النظر يعني انا بقعد البتش بمتش طبعا كله متش بيبقى يزروفه طبعا انا بالنسبة لي انت شايف المباراة ازاي اصلا يا كابتن؟ والله أنا شايف المباراة يعني أنه كان آخر ماتشي من معنا في سبورتينج اللي فات كان في الدوري أنا خسرت فرق واحد كان فيه شوية برضو كده يعني شوية أخطاء كده من اللعيبة على شوية يعني حسن يعني عدم انسجام كده برضو من اللعيبة عشان الفترة برضو كده الكلام دول إن شاء الله بإذن الله يعني للأحسن يا رب يا رب إن شاء الله